اليونايتد وريك تنهاك بدأوها بدري اوي وبتعصروا الدام برايتون بعد ما كانوا هيتعصروا الدام فولها من المباراة اللي فاتت النهاردة بتعصروا الدام برايتون اتنين واحد في الداية الاخيرة ومنشستر سيتي بقيادة اتنين ايرلينج هالند اللي بيسجل هاتريكو بيساعد سيتي انه ويكسب ابسويتشتاون اربعة واحد بعد ما ابسويتش هي اللي تقدمت في النتيجة وفي ظرف داية معدودة سيتي قلب كل شيء وفي النهاية ارسنال بياث ارمين اسطن فيلا اللي خده السنة اللي فاتت رايح جاي وبيكسبوا اتنين سفر في الفيلا بارك علشان يعلنها انه هو الجاي السنة دي مكيل ارتيتا وارسنال ما بيهزروش ويعنيهم على اللقب اولى حلقات السبت الممتاز فلا اول مرة تشوفني اعمل لايك وشير وسبسكرايب وفعل الجرس شاري جيلا حلقات اول باول واول ما تنزل على طول ويلا بينا نخش في الحلقة اهلا بك يا وجاية في اول حلقات السبت الممتاز وحلقات السبت الممتاز دي ممكن تستمر معنا كل اسبوع وممكن تبقى مسلا اسبوع واسبوع لان مسلا يوم السبت بقى فيه متشرة ساعة اتنين ونص ومتشرة ساعة خمسة ومتشرة ساعة سبعة ونص ووقات كتير بيبقى ما فيش فرق كبيرة بتلعب الساعة خمسة ديا فبنبقى مضطرين ان احنا نتكلم على التلات متشاط مرة واحدة في حلقة مجمعة تحت مسمى السبت الممتاز ولكن في الايام العادية لو مسلا فريق كبير بلعب ساعة اتنين ونص وبعد كده فريق كبير التاني بلعب ساعة سبعة ونص فنتكلم على الفريق بتاعة اتنين ونص الاول بعد كده فريق بتاع سبعة ونص على طول بدل حلقات السبت الممتاز والحلقة مجمعة ولكن النهاردة كنا مضطرين ان احنا نتكلم عن الحلقة ديا او عن المتشرة دي في حلقة مجمعة عشان كان فيه تلات متشرة في اليوم كلمت كتير وراغنة كتير يلا بنا بنخش في الحلقة ونبدأ من اول ماتشة لعبه النهاردة وهو منشستر يونيتد وبرايتن يونيتد وبرايتن مباراة انا مش شايف ان يونيتد تحت قيادة ايريك تين هاج هيروح لحتة او هيروح لبعيد لان زي ما هو عنده حاجات او عنده لمحات نوعا ما بتبقى شكل كويس في الملعب ولكن برضو ايريك تين هاج عنده شوية لمحات اخرى سيئة للغاية انت النهاردة بدأت بنفس تشكيل ماتش فولهم سبتت التشكيل سبتت الدنيا عادت جنبك عاد دكة زي جرناتشو زي دلخت عادتهم عاد دكة والدينة جميلة والدينة لزيزة ماشي انت عملت ببراه انت نوعا ما كنت ممكن تكسب كنت تكسبان واحد سفر عن طريق اه اه اماض ديالو بعد كده الجول التاني اللي تلغى بيعني بلقطة غريبة جدا هي تسلل صحيح ان الكورة جرناتشو جي شوتها بدا لو ما شوتها في الجول والجول فادي شطها في رجبة زيركيزي في رجبة زيركيزي كانت اوف سايد لو كانت في الجزء اللي فوق زيركيزي كانت حسب الجول لكن الجزء اللي تحت بتاع زيركيزي كان كل اوف سايد فالكورة حسبت اوف سايد في كورة غريبة جدا ومن اغرب الكورة شفتها في حياتي ان تسلل يتحسب على خط الجول تقريبا المهم يونيتد قدم مباراة هي مش افضل شي انا شايف يونيتد مقدمش مباراة كبيرة ليه لان يونيتد على مستوى الافراد هو مش افضل شي انت عندك مشكلة كبيرة جدا 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 على مستوى التمركزات الدفاعية تمركزات الدفاعية بتاعتك مش المسم ده بس لك كمان من المسم اللي فات الناس كلاك بتقول لك المسم اللي فات يونيتد وحش او دفاع وحش او كل الكلام ده بسبب الغيابات وبسبب الاصابات وبسبب كل ده طيب السنة دي يا معلم. السنة دي في اصابات? مفيش اصابات. يعني ده السنة دي في غيابات? مفيش غيابات. تعدك لساندر ومارتنيز عندك مجوير وعندك كمال على الدكة دي لخت. فبكل دول برضه عندك مشاكل في التمركز الدفاعي. دي نقطة نقطة تانية. وممكن تكون نقطة اجابية نوعا ما شوية. ان يونيتد كان النهاردة بطلع بالكرة من تحت الضغط بتاع برايتون كويس جدا. كان بطلع بالكرة كويس جدا. لكن انت مش هتقعد تطلع لي بالكرة بس. انا عايز هجمات. عايز تهديد. عايز فوز. انت بتكسب فولهم بالعافية في اخر الدقايق. فبارض النهاردة بتخسر في اخر الدقايق من برايتون اتنين واحد. والماتش الجاية عندك ليفر بول. في معلم انت هل ايريكتين هاج انا انا مش شايف ان ايريكتين هاج مشروعه ده هيروح لبعيد. انا مش شايف كده. انا شايف ان يونيتد محتاج مدرب. يبقى فعلا هادي راكز عنده طريقة لعب بيحاوله طبقه في ارض الملعب. لان طريقة اللعب اللي كان بيحاول ايريكتين هاج يعملها في ماتش فولها ما عملاش النهاردة. النهاردة كان بيحاول يطبق نوعا ما افكار مختلفة او مش نفس الافكار بتاعت ماتش فولها. فانت كل ماتش فكرة جديدة في كل ماتش بحاجة جديدة. فبالتالي انت. دينة بابايزة جنبك. وانت عندك اه اه ما قعد جنبك جرناتشو ليه? ليه? ما قعد جرناتشو. طب ما قعد لغت ليه? تغييرات حتى ايريكتين هاج كانت غريبة. انت بخرج مجوائر اللي عملك مباراة كبيرة وكان عمل ماتش كبير النهاردة لو انت بخرجه. طب ليه? ما عمل ماتش كويس. لطريقة اللعب فيها اخطاء. اه بداية الماتش بتشكيل في اخطاء. بداية اه حتى تغييراتك في 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 سير الماتش وقرايتك للماتش فيها اخطاء كبيرة. وفي مشاكل كبيرة عند ايريكتين هاج. بتخسر من برايتون في المباراة. انتو كانت في المتناول في مباراة كنت تقدر تكسبها. وتقدر تتقدم اكتر. وتقدر تطلع اكتر. وتري بقى اللي هو كلام تطلع بقى كلام اللي هو ايه? اه المشروع الجديد والادارة الجديدة. بمدرب اعتبره جديد يا معلم. وافكار جديدة وصفقات جديدة. وفي الاخر مفيش. في الاخر يونيتد هو هو. اتكلمنا الماتش لفتع الماتش فولهم وقدركم ان يونيتد مبشر. وان يونيتد شكله هو كويس. ويونيتد عند افكار بيحاول يطبقها بيحاول يعمل كل الكلام ده. ولكن في مباراة النهاردة انا شفت شكل تاني خالص. شفت فارق تاني خالص. برايتون كان افضل. برايتون اه كان عملش كبير. برايتون ده يتفوق عليك في الاخر باللعبة ايه يعني اللعبة صغيرة. دينجارة ومينتا وميتوما ووجوا وبيدرو. لعبة يعني في الحينين منه. مش اللعبة اللي هي تقدر اه تتفوق على يونيتد في ايام عادية. في يونيتد العادي. يونيتد اللي احنا عارفينه. لكن يونيتد تحت كيار انا مش شايف اللي هم يقدر اعملوا اي شيء طول ماتين هاج موجود في النادي. وبسحب كلامي بتاع يونيتد المبشر ليونيتد بدون هوية او يونيتد بلا اي شيء. نيجي بقى للي ما بيرحمش. نيجي للي ما بيرحمش. مانشستر سيتي وابس ويتشتاون. ابس ويتشتاون الجن في عقله. وقاتله الجنونة. وقال لك انا هبدأ الماتش. هضغط. مش عارف ايه. وعمل شكل كويس. وهخطف جون. وده اللي حصل. اول سبع ده في الماتش. ابس ويتشتاون. ادري يخطف الجن اللي هو عايزه. وقلت بس ابس ويتشتاون. هيتماسك شوية. او هيقف شوية. او هيقفل ملعبه. ويحاول يطلع بنقطة بتلق. يعمل اي شيء. نيجي بكسبوش. ولكن على طول سرعان ما ما الماتش تقلب اللي هو خلاص. اللي هو ابس ويتش جاب جون. على طول بتترد بعدها بهجمة. والتاني هو بسافيو. بيلبس لائب ابس ويتش اه درب الجزاء. بخش هلن دي يحط التعادل. بعد كده بعدها بدقيتين. هوب الكرة بتلاعب بالعرض. بتلاعب طويلة. بتنزل ايرلنج هلن. ايرلنج هلن. بيخش. يحط الكرة. بيزقها يعني بدماغه عن الحارس. كده يخش التق لحطها. وبعد كده بيجي دي بروين يحط جون التالت. وبعد الجون التالت حتى. انت اصلا بعد الجون التالت. دي بروين جاب كرة في العرضة. وريك لويز جاب كرة في العرضة. وسيتي كان بيعمل يعني طول الماتش هو وزاني ابس ويتشتاون في نص منعبه. لا ده جمان مش في نص منعبه. دي كان الزاني ابس ويتشتاون جوه مانطية الجزائي. فيه لقاطيات كتر في المفاراة. كنت بتشوفها على حدود مانطية الجزائي. مش اقول لك بقى ايه اه اه لاعبة نص الملعب COVAZETCHI بقى وريك لويز برناردو وديبرون. الكلام ده لقى. تا كده بتشوفها على حدود مانطية الجزاء. ديفارديول وكانجي وروبين دياس. فبتغلي انت كان النهاردة من شستر سيتي. بعد الجون الدخل فين من ابس ويتشتاون. خلاص يا باشا. انا هيدمر وابس بعد الجن التعادل كنت خلاص المفروض اللي هو تمام. هدى. اهدى جدا. هدى لعيبتي. ارجع خطوتين لورا. وطير اللي انا ادافع بكل خطوتي قدام ستي. وحاول اضرب بمرتدة. حاول جيب جمه بمرتدة زي ما عملت في ماتش النهاردة. او عملت في الجن الاول. ولكن انت بعد الجن التعادل تحس ان افسوتش فك او افسوتش اتخطف. لو الجن في التاني في التالت وخلاص متش خلاص. لان الدلالة ان افسوتش بعد بعد الجون التالت ما فكش تماما. ما بقاش اللي هو فريق المهالها اللي هو يخش بيه بقى الرابع والخمس والسادس والسبع ويشيل داستا النهاردة لأ. ابس ويتش بعد الجون التالي كان قافل كويس. وكان عارفي قافل كويس. ما وصلتش نوع عما سيتي من بعض العرضتين يعني ما وصلتش سيتي كتير للجون. غير الجون الرابع بتاع ايرلينج هانا لما استلعى معظمها تيت الجزاء وشات الكورة جاد الجون الرابع. فبالتالي سيتي هو كده كده هيكسب وكسب المطش. ولكن ابس ويتش تون انا شايف ان ابس ويتش تون هيعمل موسم كويس لما يبتري هو بس المشكلة بتاعته في ماتشاته. هو بدأ بليفر بول بعد كده بدأ بسيتي بعد كده يعني ماتشاته هتبقى في الاحسن او هتتحسن ماتشات الجاية في ابس ويتش متوقع ان هو يبقى شكله افضل في المبارات الجاية ولكن ماتشات سيتي لا تنين سيتي اللي احنا كنا نستنى كل موسم في اول ماتشين تلاتة اربعة بيبقى الدنيا هادية بيتعادل في ماتش بيوقع نقط مش عارف ايه داخل الموسم ده بيقول لك لا يا باشا ادي تشيلسي اتنين ادي ابس ويتش اربعة ولسه 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 ولس انا مش هايزز كتير ان سيتي متأثر برودري كويس جدا 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 قبل ما يطلع بالأصابة وينزل مكانه قبل ما يطلع عصدي وينزل مكانه جندو جندو جان اللي ماشي من برشلونة وجيه ولعب ماتش ونحط تانية برشلونة لسه اصلا ما سجلهش بدان يقوله باعلينا فجندو جان نزل كان شكله كويس كان شكله فت كان شكله مميز جدا واللي عجبني في فجوردي اقول له ان هو مش متعنت عادي رودري غاب العب بكوفزيش العب بجندو جان انزل ستونز من عددكة عنده دبث عنده لعبة تقدر تلعب له بكزا طريقة عندك ريكي لويز النار ده كان بيلعب في نص ملعب كان بادئ المانش في نص ملعب مش بادئ اربعة بقى لا اهو كان بادئ تلاتة روبين دياز اه جفارديول اكانجي قدامهم الاتنين كوفزتش وريكي لويز قدامهم برناردو وديبروين على يمين سافيو على الشمال دوكو ويرلينج هلاند وكنا بنشوف بقى ايه غربلة غربلة بقول لك ابسويتش تون مش مزنوها في نص ملعب دي مزنوها جوا منتج جزاقها فالله يكون في عنوم وكويس اللي هم خارجوا اصلا اربعة واحد يعني سيت عمل ماتش كبير جدا وابسويتش تون زي ما وقتلك ان انا شايف ان ابسويتش في مباراتر جاية لما ماتشطي بقى اسهل شايف ان هم هيبوا افضل بكتير واحد درجة مع نوات وممكن ورد جدا انت اليوم ابقوا او فضلوا في الدوري في نهاية الموسم واختام الحلقة مع ارسنال وافضلوا فيرسنال بيثقر من هذا السنين الي يتزات فيلا اaramدت استكرال ملعبه في الملعب في البارك 1-0 وفي الايميرات يسيبه اثنين سفر ق Thrones يأجء منه دوري هنا الاستПрيد ايكити داخل ارسنال quelquesن Looks 2-0 و shutting ters and settling 1-0 ولكن بدك أسطا رسنال يعثو ارسنال بنزل و مثسافته اثنان سفر ليأ على استغلال اسطن فيلا جميل ولي انت خدت 3 بناد وكسفته 2-0 وكل الكلام ده كويس جدا ولكن ارسنال عنده مشكلة ارتتا عنده شوية مشاكل ايه المشاكل اللي عند ارتتا اول مشكلة عند ارتتا ان هو ما بيعرفش يتعامل ولا مع الدفاع المتوسط ولا الدفاع العالي يعني الفريق اللي قدامه لو بيلعب عليه هاي لاين ضغط عالي ودفاع متقدم مش يعرف يتعامل او لو بيلعب عليه الدفاع متوسط وبيقفل خطوطه وبيقفل ملعبه ومش مديم ساحات للاقيبة ارسنال برضو ارسنال بتأثر شوفنا طول الشوط الاول النهاردة ارسنال مرشدش الشوطة على اماليانو مرتنيز بنشوف ان ارسن مش عارف يخترج دفاعات اسطن فيلا مفيش لائب اللي يوصل الكورة للامام عندك ثلاثة دفاع سواء بن وايت او جابريل او ساليبة بيعود ينقلوا الكورة البعض كتير جدا 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 بالعرض في زل ان حتى لما تمبر بيخش في قلب الملعب مع توماس بارتي برضو موجود الحلول ان تمبر او توماس بارتي يبطلوا يستلموا الكورة ويطلعبوا الكورة لان اوقات كتير بيكون مقفولة عليهم والاوقات التانية حتى الكورة اللي لما بيجي لهم بيبطلوا الكورة بيستلموها ويبصر قدام بعد كده بيلفوا وارجعوا تاني يلعبوها لورا اوديجرد ما كانش بينزل كتير عشان يستلموا الكورة ويبطلوا يطلعبوا الكورة ديكل الرايس ما كانش بستلم كتير كنو بنشوفهم اكتر بيحاولوا اللي هم يستغلوا انصاف المساعات عند اسطن فيلا ويتحركوا فيها ويدوا ويفتحوا الملعب بساكا ومارتنيلي على الاطراف فبالتالي كان ارسنان عنده مشكلة كبيرة جدا 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 نشط الاول او في المباراة عام متل لوله بس الجنين اللي جابه بخطفتين دول ولكن طول المباراة ارسنان عنده مشكلة الدرج اللي حاجة انا مشوف كتير جدا كاي هافرتس بينزل لنص الملعب عشان يبطل يطلعب الكورة ويبطل يشد الفريق للفريق مش عارف يختارك اسطن فيلا كان قافل كويس جدا كان عارف يتعامل كويس جدا معناه قوة ارسنال سواء من العمق او من الاطراف كان دايما على الاطراف بتلاقي ساكا ومارتنيلي بيقابلوا متنين لعيبة مش لعب واحد بس وحتى في عمق الملعب سواء على اوديجرد او ديكل الرايس او تمبر او حتى توماس بارتي بتلاقي الرباع دول مقف يقفلوا عليهم ان هما يقفلوا زوايا التمرير ليهم ان الكورة اصلا ما توصل لهمش او حتى لما الكورة بتوصل لهم بيضغطوا ضغط عالي وشارس عليهم عشان ما يخلهمش يطلعبوا الكورة بشكل شالس وده خلى ان ارسنال يقعد تلاتة وستين دقيقة عشان يقدر يوصل لأول مرة لمرمق ماليان المارتنيز بساكة ان هو بيوصل الكورة بتيجي الساكة وساكة بيضيع الانفراد بشكل عجيب وغريب جدا 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 بصراحة بيضيع الكورة وبعد كده بيحصل تغيير بيخرج مارتنيلي وبينزل تروسرد وهنا لازم نقف تروسرد و مارتنيلي مارتنيلي سيء جدا مارتنيلي مش من لقبة اللي بتتطور موسم عالموسم مع ارسنال لا بالعكس اول موسم مارتنيلي كان كويس تاني موسم القل شوية تالت موسم بيقل خلاص مارتنيلي من بعد ما تشكة ميشي اقل جدا مش اقول لك حتى اقلق على مسطوى التكتيكي او هو مظ karateka لأ مرتنيلي على مستوى الفردي بقى صيق على مستوى الفردي مش عارف يعد واحد على واحد على مستوى الفردي مش عارف ياخد قرارات صحيحة. فبالتالي مرتنيلي ليه بيلعب اساسي? وانا كنت بقول لك او انا قلت في حالة توقعات قبل الموسم ان ارسنال بطل الدوري. ولكن ارسنال مش يعرف ياخد الدوري طول ما مرتنيلي الجناح بتاعه الاساسي. وكا هافرتس هو المهاجم بتاعه. ممكن لو دخلت او حتى كنت جيبت جناح قوي ناحية الشمال. سواء بقى مسلا جوردون من يو كاسل تجيب لافاريلي ياهو. نيكو ويليامز. لوكمان حتى من امد اتالانتا. ولكن لازم تجيب ونجي شمال مع مهاجم. وحتى لو مش هجيب مهاجم وهتعتمد على كا هافرتس وجابريل خيسوس مع بقى رطولي موسم ويلا لمشي الدنيا. لازم يبقى عندك ونجي شمال افضل من مرتنيلي. وانا شايف لازم تدي فرصة لتروسرد. وتروسرد النهاردة بصراحة عنده حق ان هو يجيب جمه هتفعلش. اللي هو يا معلم كل ما بينزل كل ماتش لازم يعمل حاجة. لأ سيسة لجون. النهاردة من اول لمسة لي. تخش ببطن الرجل وحط لك جون بيخلص لك بيفتح لك ماتش ويخلصه لك. ليه? تروسرد عدك ومرتنيلي في الملعب? انا ما عرفش ده سؤال. لازم يجيب عليهم كل ارتبتة لان ده سؤال غريب جدا. ليه مرتنيلي موجود مع ان مرتنيلي مش افضل شيء. آآ والجون التاني حتى اللي هو هو جون بشكل فردي. كرة سريعة آآ آآ سكة بيلعب بالعرض بتعدي بتخبط بتجي تروسرد بيودي. بعد كده من كرة ومبرر مرتينة الجزاء. توماس بردني بيحط التاني ويخلص الماتش. ولكن ارسنال اللي انا شايفنا النهاردة مش عارف يختارك. عنده مش عارف يعمل شيء. ده كنا شايفينه السنة اللي فادت ضد برضو استون فيلا. وضد فولهم. والفريقين دول قدروا ياخد نقط من ارسنال. المميز ان ارسنال ان هو ما كانش عارف يختارك او شكله مش كويس فرض بملعب. ومع ذلك برضو قدر يكسب المباراة ودي شيء تحسب جدا 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 لارسنال. ارسنال مازال لسه بيجري ورا سيتي. مش سايب سيتي. سيتي كسب ماتشين. ارسنال برضو كسب ماتشين. اتنين سفر واتنين سفر. ارسنال شكله كويس. بس عنده بعض المشاكل اللي لازم تتصلح. ولو ارسنال عنده اللي لو عنده دبث. لو عنده دبث. على مستوى نص الملعب. وعلى مستوى الهجوم. زي ما عنده دبث على مستوى الدفاع. بكل تأكيد ارسنال يقدر ياخد الدوري ومش بعيد كمان ياخد دوري وكسينة ودوري ودوري ابطال. بس الحد الوقتي لسه ارسن لازم يشتغل عليها. زي ما نقول دايما وفي الاول وفي الاخر هو رأي شخص واحد هو رأي انا في مباراة النهاردة مباراة يونيتد وبرايتون سيتي وايبس وتشتاود وارسنال واسطون فيلا اللي رأيك انت في كومنتز ولتوقعاتك هل يونيتد هيكمل مع ايركتين هاج لانهاية الموسم ولا ممكن نلاقي ضررت يونيتد بتضحف ايركتين هاج وتجيب مدرب غيره بعد مسلا نص الموسم او حاجة ولتوقعاتك سيتكادر على الفوز بالدوري زي ما متوقع ولا لأ وهل ارسن القادر السنة على الفوز بالدوري ولا لأ برضو اقول لتوقعاتك كلها في الكومنتز تحت ولو حلقك بدا تستعمل لايك وشير وسبسكرايب وفعل الجرس عشان الحلقات تجي لك اول ما تنزل على طول كان معاكم مصطفى ودي اهود التحليل وسلام